قبل سنوات من الآن كان سد كودية المدور ببلدية تيمغاد ينبع بالحياة لكنه اليوم ملامح الجفاف بدأت تنال منه تدريجياً بسبب انخفاض مستوايته سد كودية المدور هذا هو نجزل 96 1996 أول مرة يلحق لنقطة الخطر الخطر تشوف فيه كان المنتاو يلحق حتى لطريق خنشلة طربت بين باتنا وخنشلة يلحق لها يعني هذه الكمية اللي رانا فيها بعد كان موجود فيها الماء هذه اليوم ما تشوف فيه الحق نقطة صفر المخزون هذا تعل باراجة وفرق الحق نقطة صفر والمشكلة اللي نتاعه من تغيير المناخي والمشكلة الرئيسة هو المحول تعل كوندويت اللي يجيب للباراج من بن هارون فيه أعطاب متكررة والحلول الترقيعية اللي داروها عبر السنوات ما نجحتش رانا عنيو من كارثة لما عنداش النظير في عز الشتاء في عز الشتاء رانا عنيو من الجفاف هذا هو وسط الباراج هاك تشوف في الما مكانش رانا مشين كارثة لانا أحمد عقبها المورد الوحيد لعشرة آلاف السكان من ولاية باتنا وخنشلة اليوم يواجه خطر الجفاف وضع أجبر السلطات الواصية على المسارعة لمجابهة الكارثة هو الحل الوحيد من تأسد هذا لازم تتعاود القناة هذه الرابطة من هارون وصد كوديت المدور كان يعتمد عليها السد 50% ويعتمد على 50% على الأمطار ذرك جفت الأمطار قناة فيها أعطاب هو الحل الوحيد لازم تتعاود القناة هذه الحل الوحيد من تأسد هذا باش يشربوا المواطنين كانت هناك حلول استعجالية التي وفرتها وفرناها من بينها إنجاز عشر مناقب التي هي قيد في الجرائد في الجرائد في الإجراءات والترميم ثلاث مناقب كلها تخص بلديد باتنا بلديد عينتوتا بلديد تزولد وبلديد بريكا وبلديد أريس من بين هذه الحلول التي يرانا في الحلول الاستعجالية لتحكم في هذا الوضع كما هناك متابعة لجلب مياه سد بن هارون الوزارة طأت لتعيين مكتب دراسات لإيجاد حلول نهائية لهذا المشكل وفي انتظار حلول نهائية لإعادة إنجاز قناة مد مياه سد بن هارون إلى سد تيمقاد في شطرها بين بلديتي عين كرشا وشمرة يبقى العطش يهدد 70% من سكاني ولاية باتنة ترجمة نانسي قنقر